عندك عندك شيط زي كده. وحابب تكتب فيه. وبتلاقي الحروف بتخرج منك عن العمود وبتبدأ تكبر او تصغر. عايز تعمل احتواء تلقائي العمود. يعني نفترض ان انا لو عايز اكتب محمد احمد داخل الخلية دي. ودست انتر. هلاقي الكتابة بص عملت ازاي. تعال اقول لك ازاي تعمل احتواء تلقائي لكل الاعمدة بمجرد ما تكتب هو يديك العمود عرض العمود على قد ما هتكتب بالزبط. هتجي على كلمة ورقة او الشيط. اللي موجودة تحته وتتعلم عليها كليك يمين. بعد كده هتدوس على عرض التعليمات البرمجية. لو في الانجليش ما اسمها فيو كود. هتجي من هنا على تختار منها وهتبدأ هنا جنب المسترة اللي بتظهر وتختفي دي. هتحط الجملة دي. بمجرد ما هتكتبها هتدوس على حفظ هنا. هيجيب لك مكان ما هتحفظ الملف. طيب احفظ الملف بس قبل ما تحفظه طراء ان انت ما تحفظوش عشان تفضل الخاصية دي متفعالة مع حضرتك. هتختار اللي هي تاني اختيار وهتدوس على حفظ خلاص كده. واقفل ده من هنا. تعال بقى كده حدد في اي حاجة واكتب مسلا مين بس. وين على الخلية اللي بعدها. بص عمال لك قد ايه. طيب اكتب كتابة كتيرة كده دلوقتي طويلة. ودوس انتر وروح اي مكان. هتلاقي ادىك على اي على عرض العمود. الاسم مسلا. الوظيفة. لو خدت بالك اي كتابة بتكتبها هو بيدي لك على قد الخلية اللي حضرتك عايز تكتب فيها بالزبط. يعني انا لو جيت هنا واقعد تكتب كده. بص السطر اديه. بص اول منقل. هيدينا عرض العمود على قد الكتابة بتاعتي. اهي. بكده انا دلوقتي بقى اعمال الموضوع ده. وزبطته معاين. طيب. في هنا حاجة. لما بتيجي تعمل كنترول زد ما بيرجعش. طيب. لو عايز تلغي بقى. خلصت الشغل اللي حضرتك عملته هنا. وعايز تلغي موضوع الكود البرمجي. دوس برضو على ورقة. عرض التعليمات البرمجية. انت برضو فور كشيت اهي. تعال هنا على الجملة اللي حضرتك كتبتها. ودوس زي كده. وبعد كده دوس على حفظ. وارجع تاني. اقفل دي. وتعال هنا كده جرب انك تكتب اي حاجة. في اي عمود. هتلاقي الكتابة اللي حضرتك بتكتبها. خلاص مش بيتحرك ولا بيحصل لها. اي حاجة. كده خلاص حضرتك لغيت الكود. يعني ممكن لو انت قلتلي انا الكود ده مش عايزه. ممكن حضرتك بتكتب رؤوس اعمدة الجدول. مسلا عندك رؤوس اعمدة كتير قوي وهتلخبطك. رح حط الجملة دي لحد ما تخلص. وبعد ما تخلص. الغيها من الشيت بس كده بكل بساطة. وهترجع تحفظ الشيت بتاعك. ميكروسوفت اكسيل. عادي بقى بدون الماكرو خالص. اهو. اكسيل. وهتدوس حافظ. وبكده يبقى تحفظ الشيت بتاعك زي ما كنت عايز تعمله بالزبط. كان معكم محمد مبروط. شكرا جزيلا.